بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله طلابي طالبات جيل 2008 طلابنا طلاب جيل 2008 احنا منعرف انه نمط الامتحان لطلاب جيل 2008 يطبق لأول مرة طالب 2008 راح يطبق او راح يقدم امتحان الثانوي العامة على مرحلتين مرحلة الاول الثانوي راح يقدم مادي التربية الاسلامية تاريخ الاردن اللغة العربية بالاضافة للغة الانجليزية في الصف الثاني عشر او التوجيه القديم اللي كنا نحكي له راح يقدم ايضا مواد هاي المواد تعتمد على ميول الطالب في دراسته الجامعية خلينا حتركيزنا الان على الاول الثانوي كيف انا بندرس مادة اللغة العربية مع الاستاذ معين كيف انا بندمشي خطوة بخطوة لحتى اوصل الهدف اللي انا بديه افرض انه انا يا استاذ معين طالب بدأ ابلش دراستي بتاريخ 1-9 اول ما ببلش دوام المدارس بجميع المدارس راح ابلش انا دراست المادة كيف انا بندمشي بالمادة كيف انا بدي اقسم وقتي لهاي المادة كيف انا بدي امشي وحس حالي ان والله انا انجزت المادة معك ومشيت معاك خطوة بخطوة باذن الله اول شغلي طالما انت معي باذن الله تعالى راح تكون توصل للقمة راح تكون من الاوائل باذن الله تعالى ما راح ابخل عليك باي معلومة يا طالبي يا طالبتي تخص مادة اللغة العربية راح اعطيك زبدة المادة ما رح توسع بالمادة مثلا ما رح أعرب لك الدروس للآيات القرانية عرب لك إياها القصادة عرب لك إياها لا هذا شيء أنت مش مطالب فيه طالبي أنت مطالب فقط بجزئيات معينة محددة في الكتاب المدرسي أنا رح أعطي لك إياها ما رح توسع زيادة عن اللزوم في المادة ولا رح أنه أنا أقلل من قيمة المادة رح أعطيك المادة بما يرضي الله سبحانه وتعالى وما يرضي ضميري وما يرضيك وأنا متأكد أنه هاي الأشياء رح ترضيك رح أعطيك كيف الخطوات الكاملة لحتى توصل للهدف اللي انت بدك إياه من خلال خبرة المتواضعة على مدار 18 سنة في تدريس مادة اللغة العربية وفي تصحيح امتحان الثانوية العامة في وزارة التربية والتعليم نبدأ يا طالبي طالبتي إحنا بنعرف مادة اللغة العربية تنقسم إلى أكثر من قسم في عندي تنقسم إلى الاستماع المحادثة القراءة والقواعد والبلاغة بالإضافة للتعبير نمط الامتحان لغاية هذه اللحظة غير معلن غير معروف هل سيكون امتحان محوسب ولا رح يكون امتحان مدمج ما بين المحوسب والكتابي ولا هل رح يكون كله كتابي نمط الامتحان كيف وليش بهمنيش لحد الآن أنا بدي أدروس المادة بغض نظر وبصرف النظر عن نمط الامتحان اللي رح تعلنه في الأيام القادمة وزارة التربية والتعليم لكن قبل ذلك لحين الإعلام ولحين نزول نصوص الاستماع والمحادثة هدول الشغلتين الاستماع والمحادثة رح نأجل دراستهم بشكل بسيط نص الاستماع رح نعطيك إياه طبعا بطريقة الخاصة لكن مش الأيام هاي الأيام القادمة لحتى ينزل نص الاستماع المعتمد من وزارة التربية بالإضافة لنص المحادثة المعتمدة أيضا من وزارة التربية والتعليم فالاستماع والمحادثة نأجلهم شوي لا حين صدور الكثيم الخاص بالاستماع والمحادثة طلابي وطالباتي هذا لا يعني أنه أنا بهملك إياهم لا رح أعطيك إياهم وأشرح لك إياهم كيف أنا بدي أتعامل معهم القراءة طبعا يا طالبي يا طالبتي الدرس الأول هو عبارة عن مجموعة من الآيات القرآنية الدرس الثاني عبارة عن قصيدة شعرية طبعا كل شيء التفاصيل هاي حكيناها أثناء الشرح ما في داعي أحكي لك كيف ندروسها وكيف نتعامل معها لأنه إحنا بعطيك خطة إنه تلحقني تمشي معاي بالمادة وهاي الأمور إن شاء الله بتساعدك بس تمشي بالمادة قواعد البلاغة كل وحدة من المادة فيها الجزئيتين فيها جزئية قواعد وجزئية بلاغة الوحدة الأولى مثلا فيها قاعدة اسلوب الطلب والبلاغة فيها تشبيه المؤ griev أيضاً موضوع التعبير رح نحتي كيف إحنا بنتعامل مع موضوع التعبير وكيف أنا يا طالبي طالبتي بدي أكتب موضوع التعبير وكيف أنا بدي أتمكن من كتابة موضوع التعبير طيب أستاذ معين أنا بدي أبلش دراسي بتاريخ واحد تسعة كيف أنا بدي أمشي كيف أنا بدي ألحق معك المادة افرض أنه أنا بواحد تسعة قررت أني بدي أقدم توجيهي السنة هاي بنمط الامتحان الجديد بطريقة الامتحان الجديد كيف أنا بدي أوصل معك ده حتى أتمكن من المادة وتكون أموري مية بالمية بإذن الله تعالى أنت حكيت لي راح تبلش بواحد تسعة مش ما أخذ تأسيس ولا أي شيء طيب واحد تسعة شو بنا ندرس بدي أبلش دراسي يا صديقي بواحد تسعة بثمين تسعة بدي أخذ تأسيس المادة تأسيس المادة يا طالبي يا طالبتي موجود على قناتي على اليوتيوب أكتب الأستاذ معين دقامسة أدخل على قوام التشغيل راح تلاقي مجموعة من حص التأسيس تقدر تخلصهم إنت على مدار يومين طبعا تقدر تخلصهم بيوم واحد لكن أنا ليش بديك بيومين بحيث أنه تتمكن من المادة وتكون أمورك مية بالمية يعني لو درست يوم الأحد ساعتين ويوم الأثنين ساعتين على التأسيس أمورك راح تكون مية بالمية خلصنا التأسيس بعد التأسيس في عندي امتحانين للتأسيس بتقيم نفسك إذا أمورك مية بالمية بنكمل ونقول بسم الله الرحمن الرحيم الثلاثة ثلاثة تسعة والأربعاء أربعة تسعة والخميس خمسة تسعة بدي أبلش بأول درس اللي هو عندي النصوص القرآنية والآيات القرآنية النصوص القرآنية يعني في عندي النص الأول اللي هو عبارة عن إيش؟ عن الآيات القرآنية تمامي تمامي طيب أستاذ معين كيف أنا بدي أبلش فيها؟ طبعا أنا يا طالبي شرحت لك الآيات بالتفصيل بتقدر تعبر عن المعنى بلغتك الخاصة يعني مش ضروري أحفظ الشريح حفظ حرفي لا بقدر أفهم المعنى وأعبر عنه بلغة الخاصة على مدار الثلاث أيام أنا بدي أدرس الآيات القرآنية لو كل يوم درست تقريبا من معدل ساعتين لساعة ونص يا طلابي على الآيات القرآنية أنا على ثقة تم رح تكون أمور حتمية بالميس طيب بتاريخ سبعة تسعة يوم الجمعة خليه استراحة أو ما بدي أدرس فيه عربي بدي أدرس فيه مادة ثانية لآخرية بتاريخ سبعة تسعة بدي أدرس أيضا ساعتين ونص شو بدي أعمل فيهم بدي أعمل فيها مراجعة لآيات القرآنية تدرسها أنت يا طالبي تعمل لها مراجعة بالإضافة لحل أسئلة الكتاب المدرس طيب أستاذ يعني دوسيتي المادة متى رح تنزل لنا إياها عشان نقدر ندرس الآيات الشرح يعني تضرور أحفظ أكتب الشرح وراك تمام وقول لك كالآن يا طالبي يا طالب فيما يتعلق بشرح الآيات القرآنية وحل أسئلة في كتاب المدرسة الخاصة بالدرس الأول رح تلاقيها موجودة عندك بي دي أف على الموقع ادخل على الموقع رح تلاقي دوسية الوحدة الأولى بي دي أف موجودة على الموقع تقدر تحملها تدرس الآيات القرآنية وكمان هيك عشان ما تتغلب ابعت لي مسج على الواتساب على رقمي 037-525139 يا طالبي احكي لي أستاذ معني أنا 2008 أنا 2008 بدي دوسية الوحدة الأولى وإن شاء الله رح توصلك مباشرة على الواتساب حيث تقدر تطبعها من أي مكتبة لحين الانتهاء من إعداد الدوسية الفخمة اللي رح تليق فيكم يا طلابي طبعا التأخر في إعداد الدوسية مش مني التأخر يا طالبي يا طالبتي منهاجك الجديد بدو دراسة بدو تمعهم بانتظار إجابات دليل معلم المعتمد اللي احنا بنعتمدها بتصحيح انتحان الثانوية العامة فخلينا نكون شوي صبورين فيما يتعلق بالدوسية نخلص الوحدة الأولى الوحدة الثانية إن شاء الله بتكون جاهزة وهكذا ما تخاف يوم السبت بدي أعمل مراجعة للآيات القرآنية حكينا ونحل الأسئلة الخاصة بهذا الدور يوم الأحد ثمانية تسعة واللي اثنين تسعة تسعة شو بدي أعمل بدي أدرس أول قاعدة في عندي هنا ساعتين وهنا إضا ساعتين طبعا إيش بدي أدرس فيهم بدي أدرس فيهم أول قاعدة اللي هي عندي أسلوب الطلب تمام تمام أسلوب الطلب هو جواب المجزون أسلوب الطلب شو بدي أعمل بدي أفتح الفيديو عند الأستاذ معين أبلش أحضر بالحصة وأكتب ضروري جداً تكتب القواعد دون كتابة على الفاضة يعني قرأت من مليون دوسية القواعدة ما رح تفهمها إذا ما كتبت بإيدك وتعلمت بإيدك أنت ما رح تقدر تمشي بالمادة صح فهي نصيحة القواعد لازم تكتب بإيدك طب أستاذ معين أنا مهود أبلش بواحد تسعة أو طلبت البطاقة ورح توصني مثلاً بعشرة تسعة إلى آخر أول قاعدة يا طالبي أدخل على قناة اليوتيوب أكتب الأستاذ معين رح تلاقي الدوسي الدرس الأول مشروع كاملاً يا طالبي يا طالبتي على قناتي على اليوتيوب تقدر تحضر تدخل على اليوتيوب وتحضر اللي بدك هي في هاي القاعدة خلصنا القاعدة شو بدي أعمل يوم الثلاثة عشر وتسعة أقول لك بنعمل حل الأسئلة في الكتاب المدرسي بالإضافة عندي لحل ورقة العمل بالإضافة عندي لامتحان محوسب أستاذ معين أنت بحل كل أسئلة الكتاب طبعاً أستاذ معين في أوراق عمل طبعاً أستاذ معين في امتحانات محوسبة طبعاً كل شيء موجود حل أسئلة الكتاب كاملاً بعدين بيكون في عندك ورقة عمل بي دي اف مع فيديو حل إلها بالإضافة عندي لأمتحانات محوسبة كل وحدة حسب لكن كل وحدة في إلها امتحان ممكن امتحان محوسب ممكن امتحانين ممكن أعملك ثلاث امتحانات حسب الوحدة بهمني أنه أنا تقيم نفسك في الدراسة خلصنا بعشرة تسعة طبعا هون بدهم ساعتين تقريبا باجي لـ 11.9 و 12.9 يا طالبي و طالبي 11.9 يا طالبي طالبتي فيما يتعلق في آخر جزئية بالوحدة اللي هي عندي التشبيه المفرد التشبيه المفرد تمام التمام يا طالبي و طالب تشبيه المفرد 11.9 و 12.9 لو درست هون ساعة ونص وهون ساعة ونص أنا بكون أنجزت درس التشبيه المفرد زائد حل أسئلة الكتاب بالإضافة عندي يا طلابي لحل ورقة العمل تمام؟ تمام تمام إذن إذا عاش تسعة فما عاش تسعة تكون أنا هيك لحقت أستاذ معين ومشيت معه وموري 100% فما تخاف إذا كنت لحد الآن أنت مش نبلش بالمادة أمورك تمام رح تقدر تنجز المادة تكون معي 100% أستاذ معين منين بقدر أجيب بطاقتك بطاقة مادة اللغة العربية طالبية طالبية طالبتك تقدر تروح تجيبها من أي مكتبة في المملكة عادي يقولهم بدي بطاقة اللغة العربية إذا أستاذ معين أمورك تكون 100% تقدر تجيب البطاقة عادي جدا أيضا تقدر تجيب تروح أو تطلب البطاقة من موقع وتد التعليمي من خلال رقم التوصيل يا طلاب اللي هون يعني إذا في مكتبة عندك بعيدة متعاجز تطلع على أي مكتبة بتقدر تطلبها حاب تطلع على المكتبة تشتري لك شوية قرطاسية تطلع دوسية الوحدة الأولى البي دي أف من المكتبة إذا تروح على أي مكتبة وتجيبها حاب وإنت مرتاح ويوصلك تبعث للرقم هذا أيضا إذا أنت كطالب 2008 عندك أربع مواد وزارية هاي الأربع مواد وزارية هامة جدا فتقدر تطلب بطاقة مادي في اللغة العربية تاريخ الأردن التربية الإسلامية واللغة الإنجليزية كلهم بكونوا ببطاقة واحدة اسمها بطاقة 100 دينار هاي المئة دينار بتوفر عليك يا طالبي أنه أنت أيضا تضمن أنه رح تدرس المواد الأربعة هاي بكل بسر وسهولة تتمكن من الحصول على العلامة الكامل يعني عندك خيارين يا بتجيب بطاقة العربية لحالها أو بتجيبها ضمن بكيج أنت بتشوفه مناسب ربي وفقكم طلابي وطالباتي وخليك على ثقة ثامة ثقتك برب العالمين أولا وثقتك بنفسك وثقتك بأستاذك نو رح أوصلك ووصلك لبر الأمان بإذن الله تعالى وإن شاء الله يا طالبي وطالبتي تكون مادة العربي مادة بسيطة رح أهلكك امتحانات حيث أنت تطلع امتحان الوزارة شو ما كان لامتحان الوزارة حس وسخيف وسهل بإذن الله تعالى ربي وفقكم وعلى ثقة تامي جدا جدا رح ألتق فيكم كلكم يا طلابي في حفل التكريم لا الطلبة إلى وقت اشتركوا في القناة